أنا أقف حاليا في مطار الذي يلفظ هستومل أو غوستومل وفق التوصيف هنا في أوكرانيا هذا المطار شهد معارك ومواجهات كبيرة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية طيلة الفترة الماضية تحديدا منذ نهاية فبراير حاليا سيطرت عليه القوات الأوكرانية دخلت إليه بعد انسحاب القوات الروسية هذه العملية عملية السيطرة على المطار هنا تمت خلال الساعات الثمانية والاربعين الماضية وقد باتت تحت كامل السلطة الأوكرانية بعدما تراجعت القوات الروسية من محور إيربن مرورا ببوتشا وغوستومل هو مطار عسكري ولكن أيضا يستخدم كمنصة لنقل البضائع وتحديدا المواد الإغاثية والأغذية المرتبطة بالجيش أو بمساعدات كانت تقدمها أوكرانيا إلى دول في لحظات حصول أي كوارث طبيعية يمكن أن نشاهد في الخلفية كل المرافق المتعلقة بهذا المطار ضربت من صهاريج لتعبئة الوقود محطات الوقود كل السيارات التابعة لهذا المطار تم ضربها وقصفها خلال عملية الإنزال التي نفذتها القوات الروسية تحديدا في الـ 25 من شهر فبراير الماضي أيضا في هذا المطار كما نشاهد الآليات والمدافع التابعة للجيش الأوكراني التي تم ضربها عندما هاجمته القوات الروسية بالإضافة إلى ما تصفها أوكرانيا بأنها فخر الصناعة الأوكرانية نتحدث عن طائرة أنطنوف 225 كما تشاهدين هذه الطائرة هي أكبر طائرة شحن في العالم صنعت بين الأيام الأخيرة للإتحاد السوفيتي السابق وصنعت هنا في أوكرانيا وتعتبر الأكبر على مستوى العالم وكانت تديرها السلطات الأوكرانية ضمن شركة مخصصة للنقل هذه الطائرة كما تشاهدين تم قصفها وتفجيرها من قبل القوات الروسية التي سيطرت لخمسة أسابيع على هذا المطار ترجمة نانسي قنقر